فلازم تبقى اللعيبة بتاعتك كلها في الفورمة بتاعت ان هي هتكمل مشوارها في هذه البطولة عشان يلعبوا للحصول على اللقب يعني يبقى فيه رسالة موجهة من لعيبة النادي الآلي ان اللي حصل امام المريخ ده كان شيء عرض مش هو اساس يعني مش ده مش دي الصورة الحقيقية لفري النادي الآلي وده ده برضو بيعمل نوع من الدافع المعناوي عند اللعبتنا ان هما لا احنا هدفنا في النهاية هو البطولة سالسا او رابعا انه النادي الآلي ما بيلعبش اي مباراة لتحصيل حاصل يعني انا وجهة نظري طبيعي يكيد لا اذا ما عشان كده بقول لحضرتك اهدافها ايه للمباراة دي اهداف اما دي اهداف الهدف المهم انه هو النادي الآلي كمان اي مباراة بيدخلها بيلعب عشان يكسب طبيعي حتى لو الموقف بالنسبة له يعني هفترض ان النادي الآلي كان فيه مشكلة معينة في التأهل ازاي كان هيتعامل مع مباراة الاخيرة كان هيلعب بنفس الجدية حتى لو هو ما تأهلش يعني لو حدث اي ظروف لكن النادي الآلي بياخد المباراة كلها على اعتبار انها مباراة بطولة ثانيا زي ما قلنا هيبعب بها رسائل لان دي اخر صورة للنادي الآلي قبل الدخول في دور الربع كان معانا الكابتن سامي يومصان هنا من خلال حوار هنا في البيت الكبير من خلال تقرير قال انهم بيفكروا بجزء من ان اللعيبة عايزين يدوا لعيبة فرص عايزين يدوا لعيبة بعض راحة لان المشوار كان طويل جدا والمشوار اللي جاي اصعب يعني زي ما قلت في حدود برضو تفتكر مين الاولوية في يعني انه ياخد راحة شوية في البوزيشن لو نكلمنا على البوزيشن شايف مين من اللعيبة النادي الآلي انها لأ اه مفروض تاخد راحة مباراة مباراة سيمبا ويمكن كمان مباراة النصر في في الكاس يمكن بعدها بايام قليلة تفتكر مين العناصر اللي لازم تاخد راحة وانتشايف ان الفترة الاخيرة ممكن مش الفترة اخيرة احنا بتكلم على اللي جاي ممكن اللي جاي لو كمل بهذا المنوال ممكن جدا لقدر الله يكون فيه اصابة يعني لا هو طبعا لو هتتكلم على ان انت عندك عناصر عايزة عايزة رايحها هتلاقي عندك لعيبة كتير يعني اللي هما الاساسيين اللي هما بيلعبوا بشكل مستمر في مقدمتهم محمد الشناوي مثلا ومع ذلك انا حسب متابعتي لاستعدادات الفريق اه انه الشناوي هو لا يبدأ حسب الكلام اللي بيتردد يعني لكن هي الفكرة اه انا بقول ليه انه ما نديش انطباع يعني يعني ما نديش انطباع ان الفرقة بتريح احنا نفس التشكيل ممكن جدا تكتفي بجزء من الوقت لو انت حس ان فيه لعيبة معينة عايزة تستريح ممكن تشريكوا تقسم المباراة اه يعني تشريكوا بعض الوقت ثم تدفع باخرين اه يعني مثلا ناصر ماهر مثلا ممكن جدا يشترك في جزء كبير من المباراة عندك اه وليد سليمان موجود واتطمننا عليه في المباراة الاخيرة امام المريخ اه ولذلك انا مش معا ان اخدها بشكل عام طبعا هي في النهاية وجهة نظر المدير الفني في الشك طبعا وجهاز الفني اه بس احنا بنقول احنا بنتفرج من برا لانا تصوري انه الفريق يلعب بتشكلته المعتادة واخبالك حتى ده يدي انطباع للعيبة نفسهم ان المشوار ما انتهاش يعني احنا مش بنريح مثلا في نهاية بطولة البطولة ده انت لسه هتبتدي لكن لو في لعب انت شايف كجهاز فني انه محتاج الراحة مفيش مانع ان انت وخاصة ان الراحة دي هي مش راحة سلبية هو موجود ولكن راحة من المباريات بالزبط على المجهود البدني احنا عندنا وفي نفس الوقت بتجهز بدايل لان انت الفترة اللي جاية محتاج كل العيب انت لازم يكون عندك عدد من المباريات دولي وكاس وافريقيا ومباريات مهمة ترجمة نانسي قنقر